مع الذين يدعونها القضاء بالعداد والعشرية يريدون وجهك ولا أتعب عيناك عنهما تريد زينة الحياة الدنيا ولا فتع من أغفرنا هذا هو معك واتبع هواه وكان أغفرنا فرقا كلا لنم بيك أسد عيزة وكان أغفرنا فرقا الأصل يا أخواني الكرام الأصل هذه الكلسة تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أغفرنا ومن السنة ومن السنة فيها تنتزع أن نتكارب يعني كل واحد يقدم له شوية زينة لو خمسة سانتي لله تقلب لله في هذه المجالس نظهر افتقارنا فيها إلى الله أن الله كما هو يسمع آذاننا كذلك الله هو الذي يفهم كله كذلك هو الله الذي يفهم المقصد من الكلام لأن ليس المقصد بالكلام الكلام مصر لا لو كانوا مقصد الكلام خلينا نظرنا نتكلم بالسلحة لكن ليس هذا الأمسد تظهر افتقارك إلى الله بعدين الله جلاله ينظر لخذ بك ونستمع بالشوف والطلب والرغبة ربنا جل جلاله كان يكون فقران عظيم ومن أحصن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المصر ويكون ربنا جل جلاله كنتم خير أمتنا المعنى كنتم وما زلتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون على المنكة في التفسير أن هذه الأمة خير الناس لنفع الناس لنفع الناس يأتوا بالناس بالسلازل مقيدين ليدخنوهم في رحمة الله شو المحصد شو المحصد؟ نفع الناس أن تدخل في رحمة الله شو المحصد في أخوان الكرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صارت كما صارت عائد الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم متوقع وشعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله يقول لكم إن الله يقول لكم مروه بالمعرض وانهوا عن المنكة قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم وتسألوني فلا أعطكم وتستنصروني ولا أعطكم وتستنصروني فالعمل المعروف أنه هذا شيء عظيم أن ينتشر في هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وأعظم الأمم وأمة مرحومة وليس هناك أمة تدخل اليمنى قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع أنها أحد وأقلها أعماراً وأقلها أعمالاً ولكن لا أمة تدخل قبل هذه الأمة تدخل شو السبب لعظم مقصدها هذه الأمة أمة أمة مبعوثة كما أن الأنبياء في المثل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث معروف للجميع دخل دخل أعرابي وبال في المنزل فقعوا الصحابي حتى يبعوا فيه ويضربوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه خليه كمل وأريك على بنيه دلوا من المنزل دعوه فأما دهنا الأعرابي من البون فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الأعرابي يقول له هذه الماكن هذا الملجد بنيا بذكر الله للعبادة لم يبنى من أجل هذا يعني يعلمه وبعدما انتهى بالتعليم الأعرابي الآن يعلم الصحابي رضي الله لأنه كانوا يضربوه ويؤذوه لأنه بذل مجر فقال له يعني أنتم بعذدوا ميسرين ولم تبعثوا المعاشرين عجلين على أننا أمة مبعوذة أصحاب رسالة أصحاب أمانة أصحاب أمانة نحملها ونمشي بها بين الناس نتعب عن نفسنا ننفع نجوبنا نتحرك عن الناس رحمة للناس بالرحمة بالرحمة اللي يجعل الناس بالرحمة الله سبحانه وتعالى بيجعل في كلام الأثر الله سبحانه وتعالى يجعله السبب لهذاية الناس متى؟ إذا الإنسان مشى على الناس بالرحمة والشفقة هكبه يا أخوان الكرام وفي الصفقة ابن أبن عامد كل الناس بعثوها لما ذاهب إلى أرسطن بعثوا أرسطن حتى يعمل يسأله ماذا تريد مننا؟ ماذا تريد مننا؟ في حين؟ فدغل رسطن يعني بالعزة بالعزة وما نظر إلى دنياهم وكصة معروفة للجميع بالنهاية يقول ربع ابن عامد لرسطن نحن قوم نكون ابتعظنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جول الأديان إلى عد الأسلام ومن ضيق الدنيا ضيق ضيق كل الحالة اللي في يرسطن كل الغلال اللي في يرسطن والملك اللي في يرسطن لكن اسمه ضيق ومن ضيق الدنيا إلى شعب الدنيا والأخ فلعن أمة مبعوثة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء آخر الأنبياء آخر الأنبياء آخر الأنبياء طب كيف آخر الأنبياء وربنا يقول في القرآن العظيم وما كنا معتبين وما كنا معتبين حتى نبعث رسول الله مئة ألف بعثهم يونس عليه السلام مئة ألف طب الآن ست مليار على وجه القرارضي وما في أنبياء ليش ما في أنبياء نطفل بالله فهمنا ليش ما في أنبياء قل يا الله يا الله سنة الله في خلقه كل مكانه في نبي بعد ما يموت النبي الناس تجري مكان تعبت الحجر تعبت البجر فيسل الله على نبي وكان يسل أكثر من نبي في نفس الزمان أكثر منه طب ليه إلى سبعة مليار ست مليار على الكفر كل من أعلم ناس فهمني أذكياء أسافي بروفزرات في الجعر وانبياء وانبياء